السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الأولى متوسطة لا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ ياسمين وبداية نرحب بجميع تلاميذ السنة الأولى متوسط يعني عامهم الدراسي الأول في المتوسطة وإن شاء الله أبنائي رح نشوفوا البرنامج تعل مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا طبعا بعد أيام قليلة تفصلنا عن السنة الدراسية الجديدة علش دايما نديلكم هكذا بش أبنائي تعرفوا وشح يكون عندكم في الفصل الأول الفصل الثاني وكذلك الفصل الثالث وطبعا وشح يتحلكم الدروس في الفروض والاختبارات في كل فصل يلا بدون إطالة نبدأوا نشوفوا وشنهما الدروس أو الوحدات إذن الظواهي الكربائية هي أول وحدة ستكون في البرنامج تشتعكم مع تاكيد أول دخول إن شاء الله في سبتمبر ولا نبدأوا إن شاء الله رح يكون حول الظواي الكربائية معناتها رح نقعوا كل ما يخص الكهرباء يلا نشوفوا وشنهما الدروس إذن عندنا عبارة رح نفهموا ما معنى دارة كهربائية ولا كيف نركب دارة كهربائية رح نشوفوا كذلك ما هي النواقل والعوازل معناتها حاجة تنقل الكهرباء وحاجة عازلة للكهرباء معناتها ما تخليهاش تنتقل عندنا كذلك اشتغان مصباح توهج معنات المصباح اللي عندنا في الغرف إلى غير ذلك لكيف يتوهج ولكيفاش نشعله عندنا تركيب الضارات رح نشوفوا التسلسل والتفرع أولا وكذلك رح نشوفوا الربط المختلط دروس رح نشوفها ابنائي درس بدرس يعني في القناة هذه رح نشوفوا جميع الدروس بعدها رح تكون عندي الدارة الكهربائية ذهب وئية بعدها الأستاذ والأستاذة يطلب منكم إنجاز دارة كهربائية معناتها لح نديرو عبارة عن مخطط لدارة كهربائية عبارة عن تلتة لاميدولا يديرو هاد الدارة الكهربائية معنا كمشروع بعدها رح نشوفوا ما هي الدارة المستقصرة الدارة المستقصرة وتصحيها معتها مول ما نقرأ وقاع هادو راح ندير الفرد الاول وطبعا نصحيحه مفهوم ابنائي ثم بعدها نديرو ننطلق في المادة وتحولاتها اللي حنا ندخلو الى بعض القياسات معتها كيف ناقيص الاطوال مفهوم وما هي وحدة الاطوال الى غير ذلك هنا مراها تماما راح نلقاو اختبار الفصل الاول بين قوسا ابنائي كينتا الاساتدة اللي ما يدخلوش في المادة وتحولاتها معتها ما زال ما يقرأوش هاد الدرس الاول في المادة وتحولاتها ويديرو الاختبار الفصل الاول يهضر غير على الظواهر الكرابية مفهوم معتها ما يدخلوش المادة وتحولاتها وكل تلميت كما نقولو لازم يتبع الاستاذة تعو في الدرس يلا بعد ما نكملو الاختبار الفصل الاول عفوا ندخلو الى قلنا المادة وتحولاتها يلا قلنا نقرأو القياسات كيفاش نقرأ الطول الى غير ذلك كيفاش نحسب الطول بعدها الاحجام يعني لازم نفرقو ما بين الطول قياس الاطوال وقياس الاحجام يلا بعدها قياس الكتل نشوفو كيفاش نقيس الكثل ثم ما هي الكتلة الحجمية وما هي الكثافة مفهوم ثم ننتقل الى عطلة الشتاء اذا هذا بالنسبة وشنو لما يخص الفصل الاول يلا ابنائي نفس الشي الفصل الثاني وش يهضر على المادة وتحولاتها ونكملوش وين حبسنا في الفصل الاول يعني راح نشوفو كيفاش نقيسو درجة الحرارة مفهوم ثم ننتقل الى حالات المادة مثلا معنتها حالات المادة وش عندنا لازال الصلب السائل والغازي في كل مادة راح نشوفو وقتش يكون عندنا صلب سائل غازي إلى غري ذلك تاثير درجة الحرارة معانتها الدرجة الحرارة كيفاش تأثر على المادة الصلبة كيفاش تأثر على السائلةола كيفاش تأثر على الغازية rewards بعدها راح ننتقل الى درس الخلائط وسهو درس رائع جدا كيف وشنو معتها خلات متجانس غير متجانس معتها بنخلط نشوف المكونات يتعو واحد ما نشوفش المكونات كيف أفصل بين الخلائط المتجانسة أنا عندي ماء وملح كيفاش نحط الماء وحده والملح وحده إلى غير ذلك نفس الشي فصل خلائط غير متجانسة ماء ناقي المحلول المائي نفسه بالنسبة إلى المادة وتحولاتها لننتقل إلى فرض الفصل الثاني كنكمل هذه الدرس الدرس على الفصل الثاني رح تكون على المادة وتحولاتها بعد ما نصحوا الفرض رح نكملوا نفس الشي في المادة وتحولاتها نكملوا وشنه هو المحلول المائي كيف نحسب التركيز المحلول المائي معتها ونفس الشي نحلوا تمارين حول المادة وتحولاتها باش ننتقل إلى وشنه اختبار الفصل الثاني يعني الفصل الثاني وشح يكون فيه غير المادة وتحولاتها اللي هي وحده رائعة وسهلة جدا مفهم؟ بعدها ننتقل إلى الظواهر الضوئية والفلاكية اللي رح تكون في الفصل الثالث يعني رح نبدوها في الفصل الثاني كين أساتيدا يبدوها في الفصل الثاني مفهم؟ يعني رح يشوفوا انتشار مستقيم للضوء المنابع الضوئية وشنه ما عندها ثم يخدوا عطلة رابع كين لي لا لا أساتيدا يحبوا يخلوها حتى يدخلوا من العطلة يديروا إذن وش قلنا؟ المنابع الضوئية رح نعرف وشنه ما عندها من بعض الضوئي وشنه ما عندها مين ينتج لي الضوء الانتشار مستقيم الضوء ما عندها الضوء كيفاش أنا نشوف الضوء مثلا من المصبح إلى الكتاب بتاعي إلى غري ذلك يلا عندنا بعده الظل والظليل ما الفرق ما بين الظل كي أنا نقول أنا عندي ظل وشنه ما عندها الظليل كذلك نحلو وضعيات إدماجنا مفهم؟ هنا رح يكون عندكم فرض الثالث معنا فرض الفصل الثالث كين أساتيدة يحبوا يكملوا مثلا الضوء يعني هذه اللي هدرنا عليها الضوء إلى غري ذلك الضوء الأبيض الظل والظليل هذه نسموها ظواهر ضوئية الضوء الفلكية معنا نحضر على الفلك وشنه ما الفلك؟ معنا نحضر المجموعة الشمسية أطوار القمر الأرض إلى غري ذلك الشمس كمسترطاقة إلى غري ذلك معنا نحضر كل ما يخص الكوكب بتاعنا والمجر مفهم؟ هذا ضواهر الفلكية كين أساتيدة يلحقوا له إذن يقدر يطحلكم في اختبار الفصل الثالث كين أساتيدة يكتفوا فقط بالظواهر الضوئية يطحلكم في الفرط على الفصل الثالث وكذلك اختبار الفصل الثالث إذن كل تلميذ ما عليه إلا يتبع الأستاذ التعو مفهم؟ أبنائي إذن كل هذا اللي قلناهم دروس أو الوحدات التعنى سواء الضواهر الكاربائية المادة وتحولاتها والظواهر الضوئية والفلكية راح نشوفهم إن شاء الله درس بدرس وفرض بفرض وإن شاء الله اختبارات وإلى غير ذلك تمارين في القناة التعنى إذن أي تلميذ ولا تلميذة عنده سؤال ولا استفسار يخليه لي في التعليقات واجيب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما أقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله